يلا بينا هنبدأ هاي فايدوي ايه الاخبار احنا اول طوبيك هنتكلم عنه ان نعرف المستقبل وكذا فهل غلط ان يحاول عرف المستقبل وهل ايه الطرق اصلا اللي ممكن عرف فيها المستقبل هو مبدئيا ربنا خلقنا ما فيناش الامكانية دي يعني لو كان ربنا عايزنا فينا امكانية اننا بقى عارف هيحصل ايه قدام كان خلقني بالاوبشن ده فهو ما تدنيش الاوبشن ده لكن بيبقى فضول او في الانسان انه عايز دايما يعرف هيحصل ايه قدام او هيحصل ايه اللي جاي بيبقى في فضول عند الشخص انه عايز يعرف ايه اللي هيحصل قدام وحيحصل ايه في حياتي بعد كده فبيبدأ يلجأ لشوية طرق بقى يحاول يعرف بها بعيدا عن ربنا خالص يعني الطرق دي يعني انا مكتوب عندي شوية حاجات الكفة وقرية الفنجان وشوية الودع يعني ايه الحاجات دي وده مؤذي اصلا وانا ده عايز يعني ممكن عمله اه الانجيل كاتب في سفر التسنية الامور اللي زي دي بيحذر كده بيقول لا يوجد فيك من يعرف عرافة ولا ساحر ولا متفائل ولا عائف يعني ماينفعش يبقى موجود فينا حد بيبقى عايز يروح للناس العرفين اللي هي بتستخدم الامور دي في انها تقول هيحصل ايه ده يعتبر خطيئة يعني ربنا محذر من كده فالمفروض ماينفعش ان انا ألجأ للحاجات دي لان لو ربنا مش هو اللي بيعلن لي ايه اللي هيحصل ده معنا ان ابليس بقى هو اللي بيقول لو انا مبلجأش ربنا يبقى كإني بلجأ لحد تاني اللي هو ابليس هو اصلا ابليس بيبقى عارف مستقبل زي زي ربنا؟ ابليس ما بيبقىش عارف بس بيبقى متوقع يعني مثلا انا متوقع ان انت لما تعمل الحاجة الفلانية فهيترتب عليها كذا فهيحصل كذا ولما بنصدق ابليس كأننا بنيديله الحق انه يعمل او ينفذ الحاجة اللي هو قيل عليها يعني اما مثلا ابليس يقول لي انت ولا حد واحدة عرفة تقول لي هيحصل لك حدثة الاسبوع الجاي لو انا صدقت كأنني فتحت الباب لابليس انه يتحكم في حياتي وينفذ اللي هو قيل عليه طب ولو انا عايزة روحت سألت وعرفت فضول بس ما صدقتش ده هيقذيني برضو ولا عايزني هو اللي بيخليني الفضول ده انه ممكن اروح لو واحدة عرفة فتقول لي حصل ايه لانشيطان عارف الماضي فانا اتفاجئ ايه ده الست دي مثلا عارفة عني كل حاجة فاكيد عارفة المستقبل فهو لا ماش عارف المستقبل وعشان عارف اللي حصل شايفوا كله بيقولوا انا بنصدق عشان انا قلنا اللي حصل انا قلنا اللي حصل فبنصدقه لما بنصدقه بنفتحه الباب او كأننا بندخل نفسنا جوه الدايرة بتاعت الشتون اوكي طيب سؤال الشيء انا دلوقتي بتناول وبحضر اذاديسة عايزي وبنت ربنا جدا الحاجات دي بتأثر فيي ولا انا قريدي متحصنة بدمي يا صاحب خلص انا اوكي انا ابن ربنا وبتناول وبصلي لو انا كده حقيقي فالمفروض ابقى عارف وصايا ربنا ايه لو انا ابنه بجد فلو هو بيحذرني من كده المفروض ما اعملش كده فكون ان انا اروح للحاجات دي وانا ابن ربنا فطبعا انا غصبا عني بفتح الباب للشيطان انه يتحكم في حياتي رغم ان انا ابن ربنا رغم ان انا بصلي رغم ان انا بتناول لكن كاني اديته الحق او اديته مساحة انه يشتغل في حياتي بالطريقة دي فتحت له الباب سهلت عليه انه يعني ده عكس كلام ربنا انا كده ابنت ربنا بستانش بوصيه مش بنفس الوصيه ما امنين بقى ما يمشوش مع بعض ازاي انا ابن ربنا وما بنفس وصيه طبعا ممكن انت اصدر فيه اوكي طيب ده كده اول فورت بتاع مستقبل للتاني فورت بقى عن السحر هل فعلا في حاجة اسمها سحر يعني ده حاجة حقيقية ممكن تأذيني ولا موضوع يعني مأفور من الناس اما ارجع للكتاب المقدس هلأ ان في حاجة اسمها سحفة اي حد يقول ما فيش او دي حاجة مش موجودة ما ينفعش اقول كده ان الانجيل نفسه ايلها ايلها فين ايلها في العهد القديم من ايام موسى كان فيه صحرة نقرأ الكلام ده في صفر القروج لما موسى راح لفرعون وحول العصايا لتعبان يقول كده استطاع برضو الصحرة ان هم يعملوا كده يجيبوا العصيان بتاعتهم ويحطوها يحولوها لتعابين فكان فيه سحر وفيه صحرة في العهد الجديد موجود في اعمال الرسل موجود كذا موقف فيه سحر في صفر الرؤية بيقول ان الصحراء مش هيدخله ملكوت السماوات بيذكر كده في تاريخ الكنيسة نفسه يعني لما بنحضر القدس في السينكسار فيه كذا قصة بتباين ان فيه سحر زي كديسة يستينا وكيبريانوس الساحر مثل الأعجوبة التي عملها القديس باسيليوس الكبير عندما شخص عمل عهد مع الشيطان وعمل سحر لكي يتجوز واحدة وهي اكتشفت فودته للقديس باسيليوس لغاية ما قاعد يصليله واربعين يوم لغاية ما الشياطين اللي فيه ففيه طبعا يعني هم عندهم باور بس يعني جاءت فوق الطبيعة شوية لأن إبليس عنده إمكانيات أكتر من البشر بس رغم أنها فوق الطبيعة ما حدث برضو برضو الكلام دايبان في سفر الخروج في الدربات العشرة كان كل حاجة موسى يعملها العرفين يعملوا زيها ما عادة ضربة واحدة بس ما عرفوش يعملوا زيها لما الله قال لي موسى انفق في التراب الأرض يتحول لدبان فهنا حصلت عملية خلق وهذا شيء خاص بربنا فقط ما ينفعش حد يعمل فجوم الصحر يعملوا كده ما عرفوش فقلوا الفرعون ايه هذا إصبع الله هذا شيء مستحيل فقالي كوة بس محدودة قدام قوة ربنا لا طيب طيب انا اعرف ازاي ان حد عملي سحر واتفك ازاي ازاي تحصن ان ما يحصل ليش سحر نعمه ثلاثة مبدئيا لازم يعني ايه اميز بين كذا حاجة يعني ليه بقول انا ما اقول ما ممكن ما فيش حاجة فانما لما لاقي حاجات مش طبيعية بتحصل في حياتي وباستمرار ومتكررة هي دي اللي تقول واردشتان يكون فيه قيد في حياتي هو عمل فيه قد يكون الحاجات دي يعني معظم الناس اللي بيبقى حصل في حياتها كده مثلا دايما باستمرار تبقى تعبانة باستمرار دايما يجي لها كوابيس باستمرار دايما في حزن باستمرار اعراضي كده بتبقى مع بعض حياتهم واقفة بطريقة مش طبيعية مش منطقية وارد حياتي تبقى واقفة في حاجة بعد كده ترجع تشتغلك لما تبقى كل حاجة مستمرة كده يبقى انا محتاجة ارجع لربنا واصلي واقول رب لو في حاجة ربطاني انت فك لان مفيش ملجأ ومفيش حل غير يسوع يعني ده حاجة بعيدة ولا حاجة ممكن تبقى قريب وحاجة ممكن تأثر فيي وحاجة منتشرة جدا بس انا فين بقى من ربنا هل انا محمي فيه فعلا هل انا مستخبي فيه فعلا ولا وارد اي حد يعمل اي حاجة تأثر فيه ده معنى ان انا مليش علاقة حقيقية بربنا طيب انت كنت بتقول انه السحر ده انه ناس بتسخر ابليس او بتستخدم ابليس عشان يعمله حاجات طيب وبيعمل ده فور فري ولا يعني لا ابليس ما بيديش حاجة مجانا يعني انا لو حسخر ابليس يعمل لي حاجة حيقول لي اوكي او لما حاجة فيها شر هعملها لك طبعا بس في نفس الوقت بيربطني انا شخصية بقيت ملكه بقيت تابعه فما بيديش حاجة مجانة فبقى مش واخد بالي ان انا بقيت تحت سلطانه وانه متحكم في وبقى متحكم في حياتي بقى ليه الحق في حياتي نفس الفكرة مع ربنا لما انا بدي لربنا الحق في حياتي يقول كده كل الذين قبلوه اعطاهم سلطانا ان يصيروا اولاد الله كل اللي ادى ربنا الحق انه يدخل حياته الله بقى ليه سلطان عليهم طب انا اديت ابليس الحق انه يدخل حياتي فبقى ليه سلطان عليهم فيتحكم فيي ويدمر حياتي طيب دلوقتي انا احمي نفسي ازاي يعني موضب قريب قوي ولو انا بتناول يعني مش كفاية لو انا مش فاهم انا داخل عمل ايه يعني طبعا اللي بيتناول ويصلي دي لوحده احماية طبعا لكن اللي بيعمل كده بدون وعي وبدون ادراك يعني مثلا ما عملش كده عادة عندي انا متعود اجي القداس لكن انا ماليش علاقة اساسا بيسوع فباجي كده وخلاص المفروض اجي فباجي المفروض اتناول فبتناول بوليس الرسول قال في ناس بتتناول بدون استحقاق يعني بدون ادراك قيمة التناول ده فمن اجل ذلك فيكم كثيرون ضعفاء وكثيرون مرضى وكثيرون يرقدون يعني رغم انهما بيتناولوا بس فيهم ضعف ومرض وقيود من ابليس وتوسطى للموت ليه عشان هو مش مدرك قيمة اللي بياخده فانا لو مدرك او لو ليه علاقة حقيقية مملك المسيح عليها وبدخل اتناول عشان اثبت فيه انا كده محمي كده دي الوحدة احماية صلاة الشكر اللي بنصليها في اليوم سبع مرات بقول له ايه كل حسد كل تجربة كل فعل الشيطان ومؤامرة الناس الاشرار وقيام الاعداء الخافين والظهرين ننزعها عندما صلي التلبة بايمان طب ما دي احماية كل فعل الشيطان من ضمن افعال الشيطان الامور دي طب ما انا اصلي الكلام ده بايمان وبقلب فانا يبقى انا كده باحتمي يعني هو مش بنعملها او مش حاجة بنعملها عشان نتحمي لكن هي حاجة بنعملها والايمان هو اللي بيشغل هو اسلوب حياة انا لاي علاقة بربنا فده اسلوب حياتي ده اللي انا بعمله طبيعي كل يوم فانا كده محمي من كل شر طيب نغش على طبق تاني بقى اللي هو الحسد ايه هو الحسد وده مؤذي وده موجود عندنا مش موجود عندنا يعني هو بيقول مش موجود طبعا الحسد في المسيحية لكن الحسد ده بيشتغل ازاي او بفكرنا اللي احنا بالنسمع عنه ان مثلا انا عارف ان فلان بيحسدني وانا متخيل كده الشيطان يجي يقول لي خلي بالك فلان ده عينه وحشة ده بيحسد فانا بصدق فبقيت اول ما اشوف فلان ابقى متوقع ان حيحصل حاجة يقوم الشيطان زي ما قلنا في الاول لما انا بتوقع فبديله الحق فيروح عامل مشكلة عشان ايه اسدق ان فلان ده وحش ليه عشان الشيطان زارع خصومات فهو عايز اولا ان انا بقى كاره الشخص ده فانا كده في خاطية ان انا مش بحب وانا بكره حد وفي نفس الوقت ابقى مصدق ان الشخص ده وحش ومؤذي فابدأ اتكلم عليه ده فلان ده وحش فيبقى انا دخلت في خاطية تانية نميمة ويدانة فحاجة تجر حاجة وهي في الاخر كذبة من ابليس الشخص بقى اللي هو اللي بيحسد ده يعني معناه انه بيكره الخير لحد فانما كراهلك الخير او اقول كلمات معينة فالكلمات دي ما فيهاش بركة فيها لعنة اللي هي عكس البركة فساعات الشتان يخدها يشتغل بيها عشان انا بطلق كلمات زي ما اما بطلق كلمات البركة عشان كده يسوع قال باركو اطلق دايما او خلي دايما لسانك يقول كلام حلوي يقول كلام في بركة عشان اما بيقول كلام وحش هيحصل معلمنا يعقوب قال كده قال اللسان ده زي دفت السفينة صغير بس بيقود السفينة الكبيرة دي يودي هايمين واشمال فانا كلامي هو اللي بيتحكم في اللي بيحصل لازم يكون كلامي كلام ايجابي كلام كله بركة عشان الشيطان ما يستغلش الكلام ده ويعمل بي امور مش حالة بس انا لو مشي مع يسوع هو بيحول بقى اللعنة دي البركة اه طبعا طيب وفيه سؤال جالنا عند اصفات كده دلوقتي هل ممكن الواحد لو مسيحي بس مش قريب قوي من ربنا يتعامله صحر؟ اه طبعا ممكن يعني وارد بس بيبقى فيه اعراض زي ما كنا بنقول الدنيا بتبقى مضخبطة بالطريقة مش طبيعية احيانا الشخص اللي معموله سحر بسبب الحاجات دي بتدخل فيه ارواح شجيرة كمان فيبقى جواه شعياتين يعمل بقى امور غير طبيعية او امور بره اراض ما بيبقى متحكم فيه لازم يبقى ليعلك حية مستمرة ببساطة لازم أبقى فاتح قلبي وقول له رب يسوع املك عليه لان مكتوب كده في الكتاب المقدس اما الروح الناجس بيخرج من إنسان او الشر او تأثيرات السحر والشرور والشعجات دي بيحاول يرجع تاني ويشتغل تاني لو لقى البيت مكنوس ومزين يعني لو لقى القلب فاضي يدخل جوا بسبع ارواح شر انما لو لقى مليان بالمسيح ما يقدرش يدخل فالضمان ان انا بقى ملك يسوع على قلبي وعلى حياتي مسلموا حياتي ساعتها ما بقىش قلقان من حاجة سأل تاني بيقول هل السحر لي علاقة بالحسد لا ده حاجة وده حاجة معلمنا برضو بولس الرسول في رسالته الغلاطية بيقول كده ان من اعمال الجسد سحر وحاجة من ضمن اعمال الجسد من ضمن زي الزنا والنجاسة والحاجات دي اللي ذكرها في اعمال الجسد فيها سحفة دي حاجة ضد ضد المسيح طبعا ضد مشيت الله اخر فورت بقى هو ممكن روح شرير تسكن جوه حد مسيحي اه ممكن نشوف كتير في كناية صفقات يورا ناس مسيحيين فيهم اروح شرير بس نفس الفكرة ايه اللي بيخلي روح شرير يسكن ان انا قلبي فاضي فالقلب الفاضي ما فيهوش المسيح مش هيفضل فاضي ما هو فيه المسيح يعني فيه ابليس فورت جدا ان طالما يسوع مش موجود يسكن الشطاة ايه ابليس بيخش من غير ما يستأذن بيخش يسوع يفضل يخبط يسوع بيستأذن ابليس لا يعني لو ما فيهش يسوع ابليس قرد موجود بس مش معنى كده ان الناس كلها فيها اروح شريرة بس مثلا الارواح الشريرة دي بتيجي بسبب حاجات معينة قد يكون بسبب خطيئة محبوبة جدا وانا عمال اقررها ومش ناوي اتوب عنها ومش ناوي اعترف بيها وانا مصر عليها فاتدخل فيها احيانا الارواح شريرة ان انا ألجأ للسحر والعرفين والحاجات دي ده يدخل احد البوابات اللي تخلي الارواح شريرة تسكن فيه ان حد يعملي حاجة وانا مش متحصن وماليش علاقة بربنا ده ممكن يدخل فيه ارواح شريرة الارواح الشريرة مش شرط انها اللي هي تعد تصرخ وقت الصلاة وكده مش شرط فيه ارواح شريرة موجودة في الكتاب المقدس بيسموها الارواح المقلوفة تدخل كده بهدوء وتسكن والشخص يبقى مقايد بيه ومش عارف زي مثلا روح شرير احيانا اسمه روح المرض تلاقي ده احد الارواح الشريرة يسكن في انسان يفضل يجبله في امراض وراء بعض وتلاقي ده كترة مش عارفين لها علاج مثلا او يعني مش فاهمين ليه بيحصل كده علشان كده فيه اوشية في الكنيسة او صلوة اسمها اوشية المرضى تلاقي ابونا وهو بيصلي فيها يقول كده يعني ينتهر روح المرض ليه الكنيسة بحطة الصلوة دي علشان الكنيسة واعيا ان في حاجة اسمها روح مرض ممكن تدخل تسكن انسان في الصلاة دي اما ابونا يؤمر روح المرض انه يخرج الشخص يخيف فيه روح مثلا اسمه روح حزن تلاقي الشخص بيعاية على طول بسبب او بدون سبب طول الوقت فده ممكن يكون جواه روح شرير اسمها روح حزن مسيطرة علي فيه روح خوف تلاقي الشخص خايف خوف مش طبيعي فيه خوف طبيعي عادي وفيه خوف طول الوقت وباستمرار ده شخص ممكن يكون مقيد بروح شريرة يقول له رب حررني فكيني من الحزن ده فكيني من الخوف ده يعني الصلاة بتفوك كله يعني مش شرط الروح الشريرة يبقى في شكل بقى صويت وصري خوفت اه مش شرط ممكن مرض اه حاجات تبقى اروح معينة بتبقى في هدوء كده طيب ده برضو سؤال جالنا لو فيه حاجة كل الناس بتقول لي اني محسودة دايما فيها ازاي تعمل مع الفكرة دي اه احيانا الشيطان يرمي لي بذرة كده عشان اصدقه يقنعني بيها فانا لطول ما انا مصدق حبقى مقتنع بيها كأنها حتتحقق بقى لو انا مصدق فمادقيا ارفض كده واعلن حماية دم يسوع يقول له رب غطيني بدمك لان مكتوب كده وهم غلبوه بدم الخروف وبكلمة شهاداتهم يبقى انا ما بقول له رب غطيني بدمك ويا رب انا باحتمي فيك الساكن في ستر العلي المزمور ده ايه اللي هيقصر فيه فانا اقول له رب انا باستخبى فيك انت رب زي ما بقولنا في صلاة الشكر تبتل كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان مصلي بايمان كده خلاص يبقى ما ما فيش حاجة تأثر علي بس انا سعيتها لازم ابقى عارفة قد ايه دم يسوع حاجة باورفل وقد ايه اللي انا بقوله حاجة باورفل تمام يعني هو السر انه يبقى لي علاقة حقيقية بيسوع لو انا مدرك كده فانا حبقى عارف الحق وعارف كلام الله لي وعارف حقي في المسيح وعارف السلطان اللي لي احنا برضو في صلاة الشكر بنشكره على ايه انه اعطانا سلطان ندوس الحيات والعقارب وكل قوات العدو طب انا ما باستخدمش السلطان ده اللي هو مدهولي بيحصل ليه بيحصل ان ابليس هو اللي بيدوس علي يمشان اللي بادوس عليه طب وانا ممكن اطلع فوق الاقي يسوع بيقول لي هو انت ليه ما استخدمتش السلطان اللي انا مدهولك ليه كنت بتصلي الكلام ده كروة وانت مش مدرك امتو لو انا مدرك قيمة السلطان اللي ليه السلطان ده عشان هو عمل كده مش مش بسبب إمكانيات فيه لأ لعشان هو أبويا وأنا ابنه فهو مديني لحق ده أو السلطان ده مجرد ما استخدمه خلاص إبليس ما ما يقدرش علي يا ليه أنا مستخبي في يسوع وباستخدم السلطان اللي هو مديهولي طيب أفلام الرعب والأفلام اللي بيقى فيها تعويز وبيقولوا الكلام بتاع السحر ده زي هاري بوتر بقى أو الحاجات ده ده تمثيل ولا هي حاجات مؤزية في بعض منها بيبقى حاجات مؤزية يعني في حاجات بيستخدموا فيها فعلا تعويز حقيقية فاشطان بيفرح بقى ليه أي حد هيشغل الفيلم كأن هتدخل التعويزة دي في بيته فتأثر فيه يعني شوفنا قبل كده ناس كتير بسبب أفلام رعب معينة بدأ يحصل في حياتها حاجات غريبة لما أدركوا إن ده بسبب كده وصلوا وبطلوا الموادية دي الأمور رجاءت طبيعية بس هو حتى لو الشخص بيتفرج على الفيلم ده فور التسليئة مش بيدخل برده ما هو الشيطان ما يعرفش حتة إن حسن النية إن أنا مثلا بعمل كده فورفان إن أنا رايح بألعب ألعاب معينة زي ويجا وزي التاروت والحاجات دي عشان أعرف إذا فورفان ده أنا كنا قاعدين فجأت واحدة تقرالي الفنجال فعادي ما يعني أنا بعمل كده فورفان أشتان بقى ما عندهش كده يقول لك أنت فتحت لي الباب فأنا دخلت ما ليش دعوة بقى أنت عارف ولا مش عارف مدرك ولا مش مدرك أنا هعمل كده زي مثلا ما واحد يقتل واحد فيقولوله أنت هتاخد إعدام يقولهم بس أنا ما كنت شعرف إن عقوبة القتل إعدام يقولوا له مش معنى إنك مش عارف إنك مش هتاخد إعدام فمش معنى إن أنا مش عارف وإن أنا بعمل ده فورفان يبقى أنا مش هيأثر فيها إبليس لأ هيأثر هل فورجة على المواقع الإباحية ممكن تدخل في أرواح شريرة الفورجة بس؟ يعني شفنا قبل كده الناس فيها أرواح شريرة والشاعتين دي قالت عشان هما دخلوا على مواقع باستمرار بيدخلوا ويشوفوها ففيه حاجات فيها شر يعني فعلا ده مش زور يعني وبيدخل حاجة تانية اسمها روح زينة فالشخص يبقى مقيد بكده ومش عارف في يدفك فمحتاج يقول له رب يسوع أنا أنا عايزة أتحرر من كده وعايزك تفكيني من من كل عادة رضيقة تربطت فيه وربطتني ويسوع بيجي يمدي إيد ويفك زي ما كان ميشوا في الترانيم بيحكي على مجنون كورة الجدارين وكان فيها أرواح شريرة كثيرة بس يسوع بكلمة منه خلص كل حاجة حد باعد بيقول هو لو أنا كنت أعرف حد لي في السحر وأنا باعدت عنه ممكن يعمل لي حاجة يعني بعد ما باعدت لو في حاجة في حياتي مش طبيعية حاسسها مش طبيعية والأمور مش ماشية في حاجة بطريقة مش منطقية يبقى وارد يبقى محتاج بس صلى الله ومحتاج أني ما خافش وأعلن حماية الدم يسوع علي أصلي في الآخر نعرض وإحنا في الآخر نصلي يا رب فك من أي حاجة وحشة أسئلة كثيرة بس هو الأمور ممكن يسبب لي سحر لا ده حاجة وده حاجة الأمور يمكن خطيئة بس ما بس بيبقى قيد بقى اللي بيتعود عليه بيبقى مش عارف يتفك منه فعايز باستمرار يعمل كده بيشتان بيتدخل بقى يخسر ويبهدل ويبقى عبد للخطيئة دي فكل حاجة أنا عبد ليها ما مش صحة يعني ما ينفعش أبقى في عبودية وأنا ابن الملك طيب مسلسل المداح ده بقى ايه قصته حد كتب مسلسل مداح وثكت لأن بيتقال فيه كلام تعويز برضو حقيقية كان فيه كذا فيلم على فكرة وكذا مسلسل الناس اللي بتألفهم عشان يعني يبينوا ان الدنيا طبيعية وبتاع أحياناً بيستعينوا بصحرة ويكتبوا تعويز التعويز دي لما بتتقال بتأثر في البيت اللي بيتفرج فيه الناس على المسلسل المسلسل نفسهم الناس اللي بيتمثلوا فيه كانوا بيحكوا كذا مرة كان بيحصل حاجات غريبة في اللوكيشن ابواب تفتح وتقفل ويسمعوا أصوات غريبة ده بسبب ايه معنا بأكيد بسبب وجود شياطين ايه اللي دخل الشياطين وأرواح الشر الكلام اللي بيتقال يعني مش معقول حقول الشيطان تعالى مش هيجي ده هيجي حتى لو فرفان ما هي نفس فكرة ان انا بعمل حاجة للتسلية وبتاع وانا مش مدرك ان الشيطان بينفزها ويعيزها حاجة حقيقية برضو حتى بعد بيقول لو خليت بنت تحبني بسحرة وده حرام اه ده غلط انا شكة في الأسئلة زي جماعة لا اصده بيحصل حقيقة بصوا تلاقي على القنوات التليفزيون لجلب الحبيب اه ده غلط الحبيب الساكين مش هنا يعني ما هي دي اللي قصة اللي حصلت في تاريخ الكنيسة واحد كان شغال عبد عند ناس وحب بنت سيده فعمل ايه حب يجيبها بالسحر عشان تتجوزه فراح فعلا لوحد سحر قال له انا عايز اتجوز بنت سيدي قال له اوكي هخليك تتجوزها بس ديلي عهد انك تنكر المسيح وتبقى عبد للشيطان قال له اوكي ما ضالوا عهد فالبنت حبته فبصي السحر ليه تأثير ده تاريخ الكنيسة بيقول كده فحبته اتجوزها بس لحظة ان هو ما بيصليش ولا بيروح الكنيسة ولا بيرشم الصليب فقالت له انت زي ما بتعملش كده يعني انا ملاحظة كده فراح اعترف لها قال لها اصلا حصل كذا 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 خدته للقديس باسيليوس الكبير حكيت له الحكاية قال له طيب خلاص انت هتقعد هنا في الكنيسة هتباد فيها مش هتمشي وقعد كل يوم يصليله فبقى الراجل ده بالليل يسمع مثلا مرة الشياطين تدرق فيه يوم بعد يوم بدأ الشياطين تبعد عنه الراجل نفس بدأت تبعد عنه فكل يوم القديس باسيليوس يسأله ايه الاخبار يقول له احسن شوية لغاية بعد اربعين يوم القديس باسيليوس جمع الكهنة والشعب قاعدوا يصلي ويقولوا كيريا ليسون لغاية ما وقعت الورقة من سقف الكنيسة اللي الراجل ماضي فيها العهد مع الشيطان فحرقها والراجل ده تحرر فقال راح لجأ يعمل سحر عشان يجوز حد غلط انا بالجأ للشيطان انه يعمل لي حاجة هل تفتكري ان البيت ده يبقى مبني على ربنا الشيطان داخل فيه بس ده برضو بيبين لنا قد ايه يسوع يس باورفل يعني قد ايه في البلصالة بس طبعا بس بقى عايز اتحرر مش راضي بكده لان فيه ناس تقولك انا بعمل الموضوع ده للخير عشان مثلا ايه اجيب حد ارتبط بي لا يوجد حاجة اسمها للخير الشيطان ما بيعرفش يعمل الخير هو واحد بس صنع الخيرات انما الشيطان سيعمل الخير حسنا حسنا اذا كتب ازي اخرج شيطين ازي اخرج شيطين الكتاب المقدس يقول هذه الايات تتبع المؤمنين يخرجون الشيطين باسمي باسم يسوع المسيح اي حد عنده السلطان باسم يسوع المسيح يعمل كده بس في يوم الايام جم مجموعة كده اسمهم اولاد سكاوة كانوا سبع ولاد لراجل اسمه سكاوة شافوا بوليس بيخرج شيطين باسم يسوع قالوا بس احنا نعمل زيه عملوا ايه راحوا وشافوا واحد عليه الشيطان قالوا له باسم يسوع اللي بينادي بيه بوليس اخرج راح الشيطان مسكهم ضربهم هم السبع مبهدلهم وخلاهم عراوة مجرحين ليه؟ عشان هم فاكرين انها تعويزة كده حاول باسم يسوع اخرج وانا مليش علاقة حقيقية بيسوع ده انا رايح بقوتي بقى لا اشتان سيبهدل انما لو انا مدرك ان ده بقوته هو انا مليش اي دخل ده بسلطانه هو وباسمه هو اشتان يخرج ممكن طفل صغير يقول باسم يسوع اشتان يخرج فالشيطين بتخرج باسم يسوع فقط مش بحاجة تانية انما معتمد عليه ومش على الشخص اللي يخرج بالنسبة للكلام على الارواح والناس اللي ماتت بتحصل ازاي؟ زي مشاول طلب روح سموئيل الله في العهد القديم حذر من ان احنا نحضر ارواح الموتة الناس اللي بتروح الجحيم نحضر ارواحها وفي رأيين في قصة شاول وصمويل الرأي الاول بيقول ان ده مش سمويل بجد ان هو الشيطان خد بس صورته عشان يعني يعمل كده يعني بس في كل احوال انا لما بحضر ارواح الشيطان بيجي لازم هيجي وفي رأي تاني بيقول لا ده يعني كان سمويل بجد بس طلع عشان يوبخ شاول يعني واللي يثبت ان ده سمويل بجد ان العرافة نفسها اتخدت لان هي متعودة ان الشيطان يطلع يجدب فلما شافت سمويل خافت فانما الدخول في الحاجات دي بيخلي الشيطان اهم وجود طبعا هو ممكن يحصل لي حاجة لو بتفرج على افلان بتاعت جنة وعفاريت كتير ممكن برضو لو لقيت حياتك فيها حاجات ملخبطة كتير من بعد الفرجة على الحاجات دي بقى طبعا ممكن تكون مأسرة اعمل ايه اقدمت و اقول له رب تعالى احميني وتعالى اطرد كل شر في بيتي وكل ارواح شر دخلت بسبب المواضيع دي ومارجعش اتفرج تاني على الحاجات دي هل التخاطر حرام اي حاجة ما فيهاش قوة الله فوارد يبقى فيها قوة ابليس اما اعود بزهني اعمل امور ما فيهاش الله خالص فابليس بيطه انا شفت مرة واحدة كان فيها روح شريرة عشان هي بتعمل مواضيع الطاقة والحاجات دي وبتعمل تمارين نفس بطريقة معينة ما بتكلمش ربنا وهي بتعمل كده فابليس دخل انا دخلتها عشان هي بتعمل كده فوارد امور تباني انها طبيعية وعادية وعلم وابس يدخل فيها ابليس عشان يبواز الدنيا اي حاجة ما بتتمجدش ربنا او هو مش فيها وارد اشتان يدخل طبعا يعني حتى في حاجة كثير بتباني ان هي عادي بس طول ما انا ماشي انا مش بمجد ربنا في الحاجة اللي انا بعملها فده سكة الابليس كده كده صح كده طيب لو انا طول ما بيجي بوصلي بفكر في افكار وحشة بتمنعني عن الصلاة دي حرب فمحتاج ان انا اقول اسم يسوع كتير لان اسم يسوع بيضطرد الحرب دي محتاج اقول له ينتهرك الرب يا شيطان واتناول وصلي كتير وهتلاقي الحرب دي راحك يعني ما استسلمش بقى للأفكار اللي بتجيلي دي واخد ودي معاها لقى في ساعتها اقول اسم يسوع وانتهر ابليس وارجع ركز تاني في الصلاة هو النحس موجود ولو موجود الفرق بينه وبين الحسد بالنحس ده اقتناع ان انا منحوظ في كل حاجة فزي ما كنت بقول في الاول لو انا بكرر الكلام ده وبقول انا مش حنجح في حاجة وانا حفشل في كل حاجة هيحصل كده يعني كلمة بتفرق اه في اية ما معناها كده ان كما يقول هكذا هو زي ما حقول وزي ما حتنبأ على حياتي هو ده اللي حيحصل عشان كده مهمة قوي قوي الكلام الايجابي ان انا دايما نقول كلام حلو لا الدنيا هتتحسد بنعمة ربنا كل حاجة هتبقى حلو ابو السلاقي الامور بقت حلو اللي يثبت كده حد في العهد القديم اسمه يعبيس معنى اسمه المولود بحزن فهو اسمه الوحد ولعنى ونكد فهو عاشته لحياته منحوص بقى من الناس كلها اسماءها حلوة وانا اسمي معنى المولود بحزن يعني كل محد يناديني يفكرني ان انا سبب حزن وسبب شر العلتي من يومة ولده بس جاء ما قالش بقى ما استسلمش الكده قال له ليتك تبركني وتوسع تخومي وتكون يدك معي وتحفظني من الشر حتى لو يتعبني فاتها الله بمسأل عشان قعد يطلب بركة الله بديه البركة رغم انه ممكن حد تاني ما كانوا يقول انا منحوص على طول كان هيفضل زي ما هو انما لما صلى وطلب بركة وطلب انه يبقى بركة طلب ان الله يبركه بقى بركة يعني انا بيحصل لي اللي بصدقه واللي بقوله اه مش كل حاجة اوكي طيب اه هو في احلام بيبقى لها معنى ومعنى ايه ان الحلم انا حلمته يتحقق يعني مش هنركز في كده قوي بس احيانا ربنا بيتكلم باحلام احيانا يعني بس يعني خلينا دايما ان اي اتكلم ربنا باية من الكتاب المقدس يعني ما اعتمدش على الاحلام بس ان ان ربنا بيكلم وارد ربنا يكلمني باحلام وارد ابليس برضو يبعت احلام فما اعتمدش عليها لكن اعتمد دايما ان انا اسمع صوت ربنا من الكتاب المقدس او الحاجة من القداس في القرايات من اب اعترافي المرشد الروحي يعني لازم اختبر لازم اختبري الكلام ده من ربنا نجيل نفسه قال حتى على الناس الانبياء اللي عندها روح نبوة اللي تيجي تقولك هيحصل كذا اختبر كده ما يمكن ده بيقول اي كلام حسنا لازم يعني مرجعيتي تبقى الكتاب المقدس او اتبع طرف او الاثنين حد السائل لو حضرت اجتماع على ابونا مكياري كان بيطلع الشيطان هل ممكن تطلع منهم وتدخل فيه لا 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 يعني طول ما يسوع فيه انا فيش حاجة اوكي اني اسمع للابراج هنمكن ده يدخل رجوعه ممكن نفس فكرة الفنجال ومعرفة المستقبل زي ما قلنا في الاول خالص طب ما اسمع رأي ربنا في كل حاجة انا اللي يخليني اسمع اصدق بالأولى اصدق كلمة ربنا ما انا ممكن اعود معاه كل يوم ويكلمني بس اسمعه ممتاع شويك يعني في الاول يعني بقى احس ان عندي فضول ان انا اشوف بقى ام بيقوله ايه ايه طب ما لم يبقاش الفضول ده عندي فان انا انا عود قدام ربنا واقول له عايز تقول لي ايه النهاردة على ايه بيكلمني في امور تخصني و امور شخصية ويخبرني بأمور قتية ما هو ممكن يقول لي على كلام حيحصل في المستقبل وهي الخرافي تسمع صوتي لما عود واسمعه طب ما يبقى هو ده مش أحسن من الأبراج لأن في ناس بتصدق تماما كل اللي بيتقال فبقت تصدق حاجة تانية غير ربنا وتمشي على أساسها حدا سائل لو أنا علاقتي بربنا اتهزت من تكرار التجارب مش عارف ارجع قصك في تاني حاولت بس مش عارفة وبعد كلام وبعد كلام حضرتك فأنا اتأكدت إن حد عملي عمل فأنا أعمل إيه وصلي وتناولي وقولي له رب فكني من أي حاجة وحشة وأي حد عملي حاجة أنت رب المهاردة باسم يسوع تفك كل هذا هي ممكن أم تكون عاملة حاجة لبنتها أو ابنها في بعض الأمهات عن جهل يعملوا عشان عيالهم مثلا يرتبطوا فتروح رايحة الواحد دجال أنا عايزة ابنتي أو ابني تجوزوا ويعمل لي كذا وهي مش فاهمة إنك ده هيدمر الدنيا لا هيتجوزوا ولا بالعكس الدنيا هتبوز أكتر يعني مش بيكون أصدها بالدر مش أصدها بس هي فتحت الباب لإبليس كأنها راحت لإبليس قالت له أنت تفضل جوز العيال سيقول لا لا أنا حربطتهم لك حتى لو أنا أتباني أنه سيتجوزوا وحربطتك أنت شخصيا يعني شخصيا لجأت لي فهيقول له مال وتعالي يعني بالأولى بدلا ما تروح كده وتعمل حجبة وورقة وتحط اسمهم على المسبح حد برضو باعت لو أنا قريب لربنا ممكن برضو يحصل السحر ده كاختبار من ربنا لا ربنا مش بيجرب بالشرور ممكن يحصل ده بسبب إبليس إنه عايزيني ويدايقني بس لو أنا ابن ربنا قريب منه مش هيأثر فيها الكلام ده أو قد يكون تأثيره بسيط قوي يعني مش هيحقق الغرض اللي معمول به سؤال كمان الشيطان ممكن يحقق الحاجة اللي أنا كنت عايزها فكده ممكن الناس تعبد الشيطان طبع عشان كده في ناس بتوعبه الشيطان أنا تقابلت مع ناس كتير من عبد الشيطان قالوا لي إحنا بنعبد الشيطان عشان بيجيب لنا فلوس ممكن نسحة تلاقي تحت المخدة فلوس من إبليس بيجيب لنا مش عارف إيه بيحقق لنا اللي احنا عايزينه أما بنتلب منه حاجة بيعملها بسرعة ربنا أما بنتلب منه حاجة ما بيعملهاش في أوقات فإحنا بنعبد الشيطان فأنا سألتهم سؤال قلت لهم طب ومجانا بيعمل كده قالوا لي لأ بيتعذبوا كل يوم وفي ناس منهم بتحس كأنها مضروبة كل يوم ومتبهدلة وحياتهم متضمرة خادوا اللي هم عايزينه اللي هي الفلوس بس تدمروا في حاجات تانية وبقوا عبيد للشيطان وأخرتهم إيه بقى؟ الهلاك لو ما رجعوش لربنا مش تندحك عليهم بشوية فلوس يعني أخرتها هلاك أحد بعض يسأل سؤال مش عارفة بس كتبه فأقوله في حاجة جديدة طالعة اللي هي النظارة الفي ار اللي هي بتدخلني في عالم تاني وكون مش في الحياة وبعد في قوضة ولابس النظارة وبقدر عمل أي حاجة وأنا جوه النظارة دي بس مش حاجة بجسدي يعني أنا بس في أفكاري فهل ممكن تكون دي مدخل لإبليس يعني لي ممكن لإن إبليس عايز يخرجني من الواقع اللي أنا فيه اللي أنا عايشه وادخل في واقع تاني أو يعني مش واقع بقى في كذبة تانية وأبقى مقيد فيها ومربوط فيها وكل يوم باعبل كده وعايش في كده وخلص إن عزلت عن العالم وهدف إبليس إيه إنه يعزلني يبعدني عن العالم بما فيه بقى من صلاة وكل حاجة عايزه يبقى الوحدي فيعزلني في موضوع زي ده عشان يعرف يستفرد بي الآية اللي في سفر الجامعة بتقول إسنان خير من واحد والخط المسلوس لا ينقطع سريعاً في الترجمة المبسطة بيقول قد يقوى العدو على شخص بمفرده لكنه لا يقوى على سنين معه فهو العدو بيقدر على واحدة مما يستفرد بي فالفي أر وكده لو أنا قاعد بقى وعلى طول في القصة دي اللي هي كذبة بقى ما أنا عايز أعمل حاجة أنا مش عارف عايشها في العالم الحقيقي فداخل بقى في العالم الافتراضي ده وبشتري لنفسي أثور وفيلل وعيش فيها وبتعف أنا مبسوط بس أنا بدحك على نفسي وبضيع حياتي وبضيع وقت فأكيد ما أدخل الإبليس بردوني يشغلني في حاجة كده قد تاني عنده أي سؤال لو بحلم أحلام وحشة قوي حتى بحضوري الأداس وصلاتي وبالذات لو حلمت بعشخاص قريبة مني بيقذوني لو الأحلام دي متكررة كتير كوابيس متكررة كتير يبقى وارد أن يبقى في حاجة ما يحتاج أصلي أو أنتهر ده بإسم يسوع وأقول له رب فكني من أي قيود من دين من أي حاجات من دين يعني دايما باللاحظ أن الناس اللي هي معمول لها سحرة أو فيها أرواح شرية دايما يحلموا مثلا بتعبين وتلابسوا ده وحاجات وحوش وحاجات مش حلوة باستمرار مش مرة حلمت كده يبقى خلاص أنا بقى الدنيا عبايزة ما لا يعني بيبقى متكررة كتير فهيبقى ده معنى أن في حاجة سؤال برضو عندنا يعني إيه أنتهر إبليس زي ما الإنجيل بيقول كده يعني أقول له لي أنتهرك رب يا شيطان ينتهرك يعني كده زي ما معناه يعني يعني يزعق لك يربطك يوقف مفعولك يزعق فيك فبقول له لي أنتهرك رب يا شيطان بإسم يسوع المسيح يعني أن أنا بنتهره ده يعني كان يبقى له يمشي يعني ما يكسر سلطان علي بس من اللي ينتهر الله يعني أقول له لي أنتهرك رب مش أنا اللي بنتهرك أنا بنتهرك علي يقول له لي أنتهر براحتك أنا أعمل فيك إلا أنا عادي إنما بإسم يسوع المسيح أوكي وكده أقول له مستل الأسئلة خلصت لو حد عايز يقول له أي سؤال زيف ولي كده ترجمة نانسي قنقر وكداً قناة ثلاث ترجمة نانسي قنقر قناة ثلاث ترجمة نانسي قنقر هذا يقذ destوCI وكداً ؟ قدم ترجمة نانسي قنقر